دفنا خلاص المطشاط المؤجلة من الأسبوع الرابع والأسبوع الخامس هيتلاعبوا إمتى إدارة المسابعات أو لجنة المسابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت اليوم المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع والخامس وأيضاً الأسبوع السادس حددت مواعيد مبارياته في الفترة القادمة هتكون على النحو التالي الجولة الرابع كان فيه مباراتين مؤجلتين مباراة يوم 23.11 هتقام إن شاء الله بين طنطة وطلاع الجيش وفي نفس اليوم المقولين العرب هيلعب أسوان فيه الخامسة مساء المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة الجونة والنادي الأهلي هتقام يوم 25.11 يوم 22.12 هيواجه سموحة طلاع الجيش 24.12 الإسماعيلي هيواجه طنطة وحرس الحدود هيواجه الاتحاد يوم 4 أيضاً 4.12 الجولة السادسة إن بي هيلعب الزمالك يوم 22.25 ده نفس يوم مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة نرجع تاني للجولة السادسة نادي مصر مع وادي دجلة يوم السلساء 26.11 نفس اليوم مصر مكسة وي حرس الحدود الاربعاء 27.11 طنطة واسموحة وفي نفس اليوم برامد زوأسوان الخميس 28.11 طلاع الجيش والانتاج الحربي الجمعة 29.11 المقول العرب واجه الجونة والسبت 30.11 الاتحاد يواجه الإسماعيلي مباراة قوية ومهمة جداً المرحلة التانية من القرأة أو يعني آخر السنة هنشوف مباريات آخر السنة هتتحدد لما تتحدد قرأة الكنفردرالي الأفريقية المجموعات ده اللي أعلانه النهاردة حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات خدوا بالكم أنه دايماً مواعيد البطرات الأفريقية هي اللي دايماً بيتوقف عليها جدول الدوري كل موسم إحنا دور المجموعات الفرق اللي ساعدت يعني المرات اللي لو كان المصري وبرامدز ما ساعدوش فيه الكنفردرالي كان الجدول هيتغير لو أهلي أو الزمالك ما ساعدوش لدور المجموعات فيه دور الأبطال كان الجدول هيتغير وهيبقى فيه شكل آخر عشان كده دايماً اللغبطة دي بتحصل بشكل طبيعي نتمنى على الفترة اللي جاية تبقى بطولاتنا الأفريقية منتظمة وشكلها واضح والجدول بتاعتها واضحة بشكل كبير وإحنا طبعاً الجدول بتاعتنا تبقى واضحة بشكل كبير ونعدي مرحلة التأجيلات دي ونخلص منها بعد كأس اللهم الأفريقية تحت 23 سنة منتخبنا الأولمبي كل شيء الآن متجه نحو المنتخب الأولمبي فقط إن شاء الله يكون النصر حلفنا في البطولة القادمة ونتقاهل لأولمبياد توكيو 2020 وكمان نحصد لك البطولة بإذن الله